أهلا بك يا باش مهندس أهلا بك يا عزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس الأخير الخميس الأخير من 2018 كل سنة وحضراتكوا طيبين ومع قرب نهاية العام الميلادي هلت بشاير يناير ها خير خير بإذن الله نحن بلون مفعم بالأمل عايزة تاني والعمل مهما فيش أمل من غير عمل طيب ويه العمل بقى؟ والعمل الحمد لله كله يبزل طاقته وربنا سهل الطفية من عند الله سبحانه وتعال انت عايز تسألني على موضوع رمضان؟ ها رمضان صورة لا بإذن الله احنا رمضان كنا شغالين فيه من مدة الحقيقة ونادر شوقي ساعدنا فيه كويس ووكيل اللعب ها طبعا ووكيل اللعب لكن الدور الأكبر لعبه رمضان نفسه رمضان نفسه كان عنده إصرار واضح جدا انه يرجع لنادر أهلي في الفطرة دي ولو على سبيل العرا طبعا النادي رفض تماما فكرة الانتقال النهائي نادي الإنجليزي ها ولما قلنا له طب خليها يعني سنة ونص وبعدين قال لا طب خليها ستة وشهر وعلى ضوء موقف حيبقى على ضوء موقف النادي موقف فيه حاجات كتير ممكن نتكلم في السنة اللي جاي أهم حاجة دلوقتي طيب لماذا تقبل أن يجي لك لعب ستة وشهر لما كل لعب حاجمة رمضان صبحي وعارف الفرق أو أنت عارف إمكانياته وعارف أنت اللي في الستة وشهر دول إيه التحديات اللي عندك مجموعة من البطولات البطولات المهم صحيح دور المصري وكاس مصري والسوبر المصري لا الدور المصري يمكن يكون مخلصي لا هيكون خلص إنت بتكلم على أنه إنما مجموعة من التحديات موجودة أهمها بطولة أفريقيا وهو ده الحقيقة الأمل والطارجة اللي الكل بيشتغل عليه علشان بإذن الله يعني قربنا كتير وعايزين نخلص بقى الموضوع طيب النادي الإنجليزي بعت موافقته لا لا بعت النهاردة مش موافقته بعت مشروع العقل مشروع العقل ها وطلب حاجات في العقل اتحققت النهاردة النهاردة كان يوم بتختصر شغل أسبوع فيه الحقيقة لازم نشكر أولا نبتدى بتعليمات وتفرغ من كابتن الساعات الأولى وبعدين قال لأستاذ خالد الدرندالي أنت متفرغ لأن كان فيه تحولات بنكية وخطابات ضمان ومش عارف إيه وأمير توفيق متفرغ في حاجة تانية وناس تترجم وناس وحققية لساس حلمي ومكاتب بتشوف العقد وهي كانت فرصة برضه نشوف نشوف يعني إيه العقد الإنجليزي ده هل فيه حاجات مختلفة أو لا حيبان عايز دراسة يعني فبدأت العملية تنتهي النهارة؟ لا أنا بتكلم على إن يعني هما بعثوا وإحنا نفذنا الكلام اللي موجود في العقد واتحركنا فيه بجدية ومكانوا إذا نقيلك في إيه بقى قبل يوم واحد لازم يجيلك خطاب ضمان البنكي طب النهاردة الخميس وجمعة وسبت موجودين حيتبقى عندك يوم الحد فكلان كل حاجة تخلص النهاردة ما تستنشل من الحد